السلام كيف الحال يا رب انكم باتهم صحة وعافية ايوه ايوه يا شوعي انا قاعد اشرح الله يهديك ما ليش يا شباب وش عندك يا اخي بالله اشرح المقدمة يا اخي طيب يا بعد قلبي ولا تشلهم المقدمة يا حبايب قلبي سبق وشارحتها بالتفصيل شف الرابط هذا اضغط بيطلع لك هنا او هنا من يعارف لكن راح تحصله فوق او ايضا تحت في مكان الوصف راح شفها بعد الحلقة واستفيد ويعرف احنا ما ونقول رحلة جميلة رحلة لطيفة ومن اجمل الرحلات بكل امانة انا مستمتع في هذه السلسلة مستمتع في الدروس انتظر يوم التصوير عشان اقدم لكم من كل قلبي كل ما املك في هذا معقل ام جميل فاشش الله في ليبوهي ساموال اروم اجين pay him attention or some let's get this part is تارت hold up wait a minute صلوت صلوا وسلموا على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد زيدوا النبي صلاة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد على نبينا محمد عندنا اليوم don't mention it اول كلمة معانا اليوم في الكتاب صفحة 21 هذا المكان لوصلنا واذا ما شفت السلسلة القديمة ارجع شفها كل سلسلة مرقمة ماشيين في الكتاب من ال a الين الز باذن الله تعالى اليوم الكلمة اللي عندنا هي don't mention it ما بين الاصحاب شكر يعني بدل ما تقول لي you are welcome اذا انا قلت لك thank you تقول don't mention it اسلوب جميل انك تغير اسلوب جميل انك تكون مميز وتكون غير عن الناس ناس اذا احد شكرهم يقولون you are welcome تجي انت تقول don't mention it يعني ما بينه وبينك شكر وهذا تميز هذا واحد اثنين ممكن تقول you got it you got it you got it نفس الحكاية عفوا ثلاثة ممكن تقول no worries no worries لا تشيلهم اربعة not a problem not a problem مهي مشكلة عادي يا ابن الناس ما بينه وبينك شكر اللي بعدها my pleasure my pleasure يعني الشرف لي اني خدمتك الشرف لي اني وقفت معاك الاخيرة ممكن تقول any time any time مستعد اخدمك في اي وقت خذها واستفيد طبق اول باول صور الشاشة اكتب في دفترك واطلع الشارع وطبق ام تطبيك ثم ام تطبيك بعدها الكتاب عطانا take care of yourself take care of yourself وبمعنى انتبهن نفسك وسابق شرحناها في الدرس الماضي بعدها اعطاك are you ready are you ready هل انت مستعد هل انت جهز جوابي شخصي للسؤال هذا انا اخذ الموضوع شخصا شوي بالنسبة للسؤال هذا احب اجاوب جواب يكون كذا مليان تحفيز فاقول i was born ready i was born ready يعني انا امولد جاهز are you ready what i was born ready اذا سألك احد are you ready جوابك yes i am او تقول almost يعني بقي لي حبة بقي لي حتة بقي لي شوي تقريبا جاهز او جواب الشخصي تقول i was born ready بيبي بعدها اعطاك listen to me listen to me حرفة t في كلمة listen لا ينطق يكتب ولا ينطق listen to me استمع الي من الجمل المفضلة لدي باستخدام مصطلح listen to me او جملة listen to me نقول listen carefully and take notes listen carefully and take notes استمع باصغاء و دول نجملها شوي ونسرحها نقول when the boss talks listen carefully and take notes when the boss talks listen carefully and take notes when the boss talks listen carefully and take notes تتكلم مديرك استمع باصغاء ويدول فالفائدة من كلمة listen to me حتسمع are you listening to me are you listening to me قعد اكلمك انا انت منت معايا انفهي فاقول are you listening to me كيف تقول انا كلي اذان صاغية ها yes i am all ears i am all ears انا كلي اذان صاغية ثم نعطانا keep silent keep silent حافظ على هدوءك يعني بنقول سين اسكت او انطم طرق اخرى ممكن اقول فيها حافظ على هدوءك او اسكت لو سمحت قد سمعت مصطلح كلمة hush اللي هو بمعنى اسكت ممكن تقول hush او تقول hush hush الثانية تقول hold your tongue hold your tongue نفس العكاية اسكت واجملهم بالنسبة لي المفضلة عندي طبعا استخدمها للناس اللي شوي فيهم استغباء اقول wait a minute do you hear anything دقيقة هل تسمع شيء طبيعي الطرف الثاني راح يقول no what اقول له silence silence يعني الهدوء يعني انطم ثم اعطاك you are talking too much you are talking too much يعني انت تتكلم كثير انت ثارثار الجملة الطويلة هذه you are talking too much ممكن تختصرها وتقول you are talking you are talkative انت ثارثار او بكلام الشوارع تقدر تقول big mouth big mouth بمعنى ثارثار وايضا لها معنى ثاني اللي هو الشخص اللي على قلبه على لسانه اللي ما يمسك السر اش ما قلت له راح قال ميد الناس ختم الصفحة بجملة what's your name اشهر جملة عند الناس what's your name ما هو اسمك برأي الجملة هذه لو احترفتها واتقنتها انت يا رجل تعلمت حاجة عظيمة لا تستعجل اصبر حبة حبة ليش الجملة هذه مهمة وليش اقول لو احترفتها واتقنتها انت احترفت حاجة عظيمة في حياتك عارفو الشي شفت what's your name لاحظت فيها شي ممتاز الضمير يور ضمير اليور هذا ضمير ملكية لذلك اصبحت كلمة name بمعنى اسمك او اسمك معناها ان الجملة هذه لها ثلاث معاني واحد ما هو اسمك اثنين ما هو اسمك للانثة ثلاثة ما هي اسماءكم لكن باضافة اس الجمع في كلمة name وايضا تبديل الاس الى r عشان الاس للمفرد والر للجمع وهيا بنا نبدأ التفصيل what's your name وخالصين منها شرحناها الان كيف اقول ما هو اسمي نفس الجملة دائما اناظر الضمير دائما تغيير الضمير يغير معنى الجملة ومجراها فwhats your name ما هو اسمك او اسمك او اسماءكم لو شنا اليور وضعنا my اصبحت الجملة ما هو اسمي انا what's my name what's my name طيب لو شنا كلمة my واضفنا his للذكر الغائب او الحاضر بين اثنين يكون هو الثالث فنقول what's his name بمعنى ما هو اسمه ما اسمه what's his name what's his name لو شنا الهز واضفنا her لهي للمؤنث فنقول what's her name ما هو اسمها اما الان واهمهم والمفضلة عندي واللي اكتشفت فيها ان اغلب الناس عندهم اشكالية فيها اللي هي what's its name what's its name طبعا الwhats هي what is مختصرة اصبحت what's ثم الاتس اللي بعدها وهذا ضمير ملكية لغير العاقل غير العاقل هل احنا بنستخدم غير العاقل في حياتنا نعم اهم الضمائر في حياتك هي i you وثم الات مجبور فيها انت كيف تسأل ما اسم هذا الكتاب باللغة الانجليزية بنفس جملتنا فتقول what's its name what's its name ما هو اسمه معك سيارة جديدة اقول لك what's its name ما هو اسمها تقول لي its name is وتضع لي اسم السيارة لا بالساعة حلوة اقول لك what's its name ما هو اسمها تقول لي its name كذا 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 شفتم صبع هذا الحين راح اقول لك وش اسمه بالانجليزي what's its name ما هو اسمه انت جوابك راح تقول its name is little finger اسمه هو الاصبع الصغير وهلم مجرة مهم جدا السؤال هذا what's its name طبعا كل ما سابق هذا يعد للمفرد اذا جينا للجمع وش اللي راح يصير في الجملة نبدل ال is الى are ونضيف في آخر كلمة name is الجمع فتصير what are بعدين names وفي النص نضع الضمير يعني ما هي اسماؤنا نقول what are our names ما هي اسماؤهم نقول what are their names وانتبه الذير هذي ما هي بالذير هذيك في فرق بينهم هذي الذير هذي ضمير الملكية للجمع لهم هما اما الذير هذيك بمعنى هناك اي نعم نفس النطق لكن الكتابة مختلفة وايضا الاستخدام فبي اوه نقلوا بالصفحة مع بعض اعطانا كم عمرك how old are you اذا وصلت لهنا عندي سؤال السؤال يقول وجاوه في مكان التعليقات السؤال يقول كيف اقول كم هو عمرها باللغة الانجليزية كيف اقول كم هو عمرها باللغة الانجليزية كم عمرك قلنا how old are you وقبل شوي شرحنا ما اسمك ما اسمها ما اسماءهم ثم نعطاك من اين انت وباللغة الانجليزية where are you from من اين انت where are you from حتسمحها بشكل سريع where you from where you from دائما الناس اذا قابلوني في مكان عام وسمعوني اتكلم انجليزي طبعا اتكلم عن الناس اللي ما يعرفوني في الميديا يجي كذا متحمس ويشوفني يقول لي where you from بالله يجربوها يقول لي where you from انت من وين اناظر فيها يقول لي او i'm from the earth يعني بين وبينكم ما حد يدري انا قايل له انا من الارض فبكل ثقة وهذا اللي يصدمني يناظرني يقول لي wow earth wow it's a great country حتى اذكر واحد قال لي i've been there يعني انا زرتها ايش زرت وين هل تفهمني do you understand me do you understand me نقف وقفة بسيطة اول حاجة هل في كذا طريقة اسأل فيها هل تفهمني نعم واحد نقول do you get it do you get it do you get it do you get it اثنين are you following are you following are you following you following اي سؤال يبدأ بار ممكن تسحب على الار وتبدأ من اليو ويباني انه سؤال you following you understand me you there واضح الفكرة سرع اللسان وتخليك إنسان تطلق ياوحش الان نرجع لجملة do you understand me كلمة understand بمعنى يفهم أو تفهم ماضيها هي كلمة understood understood فالطريقة الصحيحة لجواب do you understand me تقول yes I understood you نعم أنا فهمتك لو أضفنا قبلها M I S أصبحت misunderstand 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 الكلمة كل ما لها الطول ها مو مشكلة misunderstand 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 وبمعنى يفهم غلط you see الفهم misunderstand مثال don't misunderstand me لا تفهمني غلط أنا فهمتك غلط للماضي نقول I misunderstood you بعكم قبل شوي قلنا ماضي كلمة understand understand هو understood understood فلذلك قلنا I misunderstood you أنا فهمتك غلط سامعني يا أخي الآن صارت طويلة شا تضيف عليها شيء ثاني يا واش أضيف عليها شيء ثاني أضفنا miss وصارت understand والآن نضيف في آخرها ing وأصبحت misunderstand أصبحت طويلة مرة لا تخاف منها معناها هو سوء الفهم وهو الاسم بكلمة misunderstand فعلها misunderstand الاسم misunderstanding مثال عليها نقول this is a misunderstanding هذا سوء فهم مثال آخر عليها نقول excuse my misunderstanding excuse my misunderstanding اعذرني على سوء فهمي اعذرني على سوء فهمي شا تفيدك أكسم بالله شا تفيدك بعدها أعطانا don't be afraid لا تخاف don't be نضيف بعدها الصفة احفظها كذا برمج مخك عليها أنا قاعد أحاول أعلمك ودرسك أسهل الطرق وأيضا المختصرة فزي الآن عندك don't be afraid جملة جاهزة أنا كيف أستفيد منها ها afraid والشي صفة ممتاز معناها أخذ don't be وأشبك وراها أي صفة don't be sick انتبه لا تمر أخاف عليك صح حنية ما عد قدك don't be worried لا تقلك لا تشيل هم الدنيا الدنيا ثانية don't be busy لا تنشغل ورانا طلعة وفلة ماذا قلت وترجمها لك what do you say وهذه الترجمة خاطئة ليش لأن ماذا قلت ماضي المفروض يقول what did you say يعني كلمة do يشيلها ويضيف بدالها did وتصبح الجوم الأكيد صحيحة ماضية what did you say لم أقل شيئا وقال I said nothing I said nothing I said nothing يعني جواب على السؤال إلا قبل شوي what did you say I said nothing وأنهى حبيبنا بجملة ماذا حدث للماضي وقال what happened what happened وش اللي صار وصار يهو what happened ملا يشكر الناس لا يشكر الله ملا يشكر الناس لا يشكر الله والله شكرا لكم شكرا تسألوا عني شكرا تدعولي شكرا تكتبون تعليقات جميلة تمثلكم شكرا على أخلاقكم شكرا على تربيتكم من صميم قلبي وكل واحد يشوفني سواء أول مرة تشوفني ولا من زمان متابعني رحم الله من خلفكم بالتوفيق للجميع سامو لارم بيبه بيبه اشتركوا في القناة شكرا على أخلاقكم شكرا على أخلاقك